أنابيلا هلال تفاجأ زوجها نادر صعب في عيده خلال تواجدهما في دبي قدمت له هدية ثمينة وما حصل مؤثر احتفلت الأعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل نادر صعب في أحد فنادق دبي وشاركت أنابيلا مع متابعيها عبر خصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على عيد الميلاد حيث فاجأته اظهرت برفقته خلال وصولهما إلى المنزل وعلامات الحب والفرح تسيطر على الثناء ليتفاجأ هو بالزين الموجودة والورود والبالونات التي كانت متناثرة في جميع أرجاء البيت احتفالا بالمناسبة وظهرت أنابيلا بإطلالة أنيقة ومميزة حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجا ناعما زاد من نعومة إطلالتها التي لفتت من خلالها الأنظار وفي سياق المنفصل كان قد تصدر اسم أنابيلا هلال وزوجها نادر صعب حديثة رواد مواقع التواصل مؤخرا وذلك بعد دفاع زوجها عنها على خلفية تعرضها لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع فيديو ظهرت خلالها وهي ترقص مستغربا وصف ملابسها بالمثيرة وفي حديث لفوشيا أكد نادر صعب أنه يسعى مع زوجته أنابيلا هلال بشكل دائم إلى نشر استعادة للتخفيف من الضغوط اليومية التي يمر بها اللبنانيون معتبرا أن زوجته لا تتعرض الهجوم إنما التعليقات هي مجرد ردود فعل لإبداء المحبة أما عن ملابسها فقال نادر صعب أنا ألتقط لها الصور بتلك الملابس نحن منفتحون ويهمنا التعبير دوما عن الحضارة التي ننتمي إليها لا يستطيع أحد أن يفرض علينا ارتداء الملابس المحتشمة ليؤكد بالمقابل العلاقة الوطيضة التي تربطه بزوجته متطرقا إلى الحب الكبير الذي يكونه لها بعد سنوات طويلة من الزواج نحن ناس منفتحين ونحن بهمنا عطول بوطننا لبنان نعبر عن انفتاح الحضارة من جهتها أعربت أنابيلا هلال عن سعادتها بمقاطع الفيديو التي قامت بنشرها على مواقع تواصل مشيرة إلى أنها تسعى دائما إلى مشاركة سعادتها مع الجمهور وأظهار العفوية التي تتمتع بها كالمعتادة وهذا ما يجعل مقاطع الفيديو تلك تتصدر الترند